موسيقى 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 معكم جيسيكا خدايدة اليوم رح احكي مع وجه جديد هو وجه عمرة ديار حرفة V بالألفابة هو كل الاشخاص عندهم مثل حرفة V هنه اشخاص شوية عندهم طابع تسلط بس الاجابة عندهم ما يتبعدوا يحكوا على جمهور قدام جمهور 100 شخص 200 شخص كل هالجمهور هال 100 شخص رح يسمع له هيده هو قدرته للقناع كل شخص بتلقوه هيك هالتكوين مثلا هالنوع الشفيف هنه اشخاص بنجحوا من المبيعات وبنجحوا باصدار كل شيء ارات مهمة او بنحطو بواجهة بشركة او مثلا بمحل عام مش هيك هو يمكن نجح بهالشي بهالفترات بحياته بس اذا منطلع على حاجبه على مره سنين حاجبه اليمين شوي اختلف سفي عنده مثل مسيحه فاضي هلا يمكن هو عمله او قصه بس حتى لو فيه امور نحنا اذا منغير بوجهنا وتكوين وجهنا يمكن عملية تجميل او حتى ديكار معيان يمكن نزيده او بيرسينج هو بحارته بس خلى ففيه فسحه ما بقى فيه شارات هدا الشي بدل انه شويسة شخصيته ضعيفة صار بقد هو محبته للسلطه او هو ببرز هالاحترام حواليه بس بقدر ما هو كمانه صار ضعيف الشخصيه تجاه حاله يمكن عنده يمكن يقدر يعتقارات مهمه لغيره او يبرز بامور مهمه بطريقة اكتجادية بس ينسح حاله بمعنى انه يمكن يكون شي شخصي بس ما عم يقدر هو يحصل شي شخصي لغيره بس يقدر يحصل لغيره بس عم ينسحه هذا الشي بدل انه شوي عم ينسحه وبينسحه هو شو احتياجاته الخاصه اذا منطلع كمانه مخاره لعمره دياب مخاره نسميه نحنا مخار الاسد بالعلم الميانشا بمعنى مخار الاسد اللي هو كان شبيه شوي باول طلعته للفنين مايكل جاكسون كان هيك بهالفتره عدمة المخار كانت هيك بيرزة وعنده مساحه بمخاره من الطرف المخار هدا الشي بدل انه شخص مبدع شخص اوي اوي الشخصية بقدرته يتحمل كل الصعوبات لانه كمان حنكه لغمره دياب كمان في عدمة بيرزة كل اشخاص عدمتهم بيرزة من تحت الحنك اول تحت التم هنه اشخاص عندهم استمينه عالية بمعنى بتحملوا التعب ساعات طويل من التعب وحتى بيروحوا على الرياضه اكتر هنه اشخاص بيكونوا اثلتك الرياضيين بدمهم بكل شي بيعملوا بحياتهم مرسي